ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء منهج الأخوان المسلمين الناس ما عارفنه كثير من الناس اللي بيقولوا إنه ديل طبقوا الدين الناس ما فهمين المنهج بعد قبل قبل كانوا ما عارفن العلم الصحيح تاني حاجة إنهم ما عارفن منهج الأخوان المسلمين منهج الأخوان المسلمين منهج يهدم الإسلام من الداخل منهج يقوم على إثارة الفتن منهج يقوم على زيادة الفرق بين المسلمين يعني من قواعد الإخوان المسلمين الأصيل عندهم إنه يقول لك نعمل جميعا على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه لكن كلنا سوا دختمي ودتجاني ودكزا 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 الناس أبدان مجتمعة وقلوبهم متفرقة كويس لأنه من مناهج الإخوان المسلمين إنه الغاية تبر الوسيلة وإما كان كتبوا بيدينهم لكن منهجهم وتجاربهم تحكي بذلك كويس عندهم السلطة زي ما قال حسن البنة إنهم بيعتقدوا إنه الحكم والسلطة ركن سادس من أركان الإسلام موجود فيه رسائل حسن البنة وكان بيبعو في الدار السوداني للكتب يعني الزلد عشان يصل للحكم ما يهمه إنه يصحع عقايد الناس ما يهمه إنه يعلم الناس الدين ما يهمه إنه يدافع عن الدين بس همه إنه يصل السلطة همه إنه يعمل الفتن همه إنه يمرق الناس الشوارع همه إنه ده سبب من الأسباب كذلك إنه أخواننا الأخوان المسلمين يشتركون في قاعدتهم المنهجية أو في أغلب قاعدتهم المنهجية مع العلمانين الليلة الأخوان المسلمين بيرفضوا السنة التراب نموذجا التراب ده لما انجبه الدستور بتاع 98 عنده المواطنة أساس الحقوق والواجبات التراب الأدلة الواضحة مثل الشمس ينكرة بشبهات من السنة يطعم في الصحابة ده نفس العلمانين نفس القراء نفس الشيوعين السنة ذاتة الدليل برضو يرده بزعمه إنه ده حديث أحد أو ما حديث أحد أو كذا معنه يخربنا قبل الأحاد في القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين فالقاعدة بتاعت الأخوان المسلمين المرجعية حقتهم المنهجية بتشترك في كثير من نقاطة مع منه مع العلمانين الأخوان المسلمين لو قريت كتاب اسمه العدالة الاجتماعية لسيد قطب بيسب الصحابة يخد الوصل مقام إنه يسب الأنبياء ذاته كتابة تصوير الفني في القرآن الكريم صفحة متين الأخوان المسلمين سيد قطب سيدهم قال قال في الكتاب ده قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصب المزايد كويس ولذلك يا أخواننا الناس اللي بيقولوا إنه طبقنا الدين إنتما ما فهموا طبقتوا شنوا للأسف الشديد يعني فده ما الإسلام الصحيح الإسلام الصحيح والكتاب والسنة طيب السؤال اللي بيطرح نفسه أنه نحن نعرف الحق كيف نحن نعرف الحق بضابط وهو منهج السلف الصالح اختلفنا في آية مثلا الرحمن فاسأل به خبيرة هل بفهم الآية دي منه إجيك الصوفي يقول لك الرحمن فاسأل به خبيرة معناه نادي غير الله كويس زي ما قال يعني واحد كويس الفهم الصحيح زي ما ربنا عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هنا السؤال سؤال علم وفائدة وليس سؤال دعاء وعبادة فالناس من بيقوا بعيدين عن العلم الصحيح وانتشرت فيهم الخرافة وبيقى ما في زل برد الشبهات وكذا وكذا يعني مثلت تجربة لأخوان المسلمين هذه التجربة السيئة نص الله إنه يعني كف المسلمين شره ترجمة نانسي قنقر